طيب إذن يا دكتور برأيك لماذا اتجهت الحكومة أو يعني الوزرات المعنية خلال الفترة الأخيرة أن هي تزود من ساعات تخفيف الأحمال يعني المواطني بدأوا يشتكوا من أن الكهرباء بقيت تقطع ساعة واثنين وده يعني بعيداً كمان عن الجدول الزمن اللي كانت علانة عن الحكومة قبل ما نخش على موضوع تخفيف الأحمال هو إحنا ليه اضطرينا لتخفيف الأحمال نملت واحد أنه خليني أضرب مثل صغير في بيت عادي إحنا أسرى زوج وزوجة وعندنا ثلاث أولاد مثلاً فإحنا خمسة بنتعشى بنجيب جبنا رومي وبنجيب عيش فينه ونعمل لكل واحد فينا في العيش الصغير ده ثلاث صندويتشات جبنا رومي ومش عارفوا إيه وإيه وإيه لو أنا معي فلوس كفاية هجيب العيش الكفاية والحاجة اللي أحطها في الصندويتشات الكفاية وكل واحد يأخذ الثلاث صندويتشات بتوعه وكلنا نتعشى ونبقى شبعانين طب أنا ما معيش فلوس كفاية هعمل إيه هقلل شوية من الأرغفة ومن الحاجة اللي أحطها فيها وبالتالي إحنا بنتطر إن إحنا نربط الحزام على بطننا لأنه أنا ما عنديش وخود كافي علشان أوفي بيه كل الطلبات ومن هنا لجأنا لتخفيف الأحمال تخفيف الأحمال نتيجة مش نتيجة لأنه عندي مشاكل في أي حاجة في قطاع الكهرباء على الإطلاق قطاع الكهرباء قادر إنه يطلع الطاقة المطلوبة لو قديته الوقود الكافي قطاع الكهرباء ده بيخدم على الكاستمر بتاعه بإنه يستهلك وقود وفي الغالب غاز طبيعي وفي نسبة من المزوت اللي هو الديزل يعني وعندنا لحسن الحظ لازال السد العالي بيطلع جزء من الكهرباء وعندنا دلوقتي مصادر الطاقة المتجددة بتطلع جزء من الكهرباء إجمالا نقدر نقول إنه عندنا 11 أو 12% من السد العالي ومن مصادر الطاقة الشمسية أو الطاقة الرياح اللي موجودة في مصر من إجمال استهلاك من إجمال استهلاك الكهرباء في مصر و88 أو 89% معتمد على الغاز الطبيعي ومن هنا المشكلة المياه الحمد لله في سد العالي الغاز دلوقتي متوفرة فللأخذنا صوت وأناسف وحيرتنا لناصر وعندنا أيضا في الشمس الحمد لله والرياح الشمسية والطاقة المتجددة بمختلف أشكالها إذن المشكلة لما بتظهر في الوقود بتسمع فيه كمية الكهرباء الكلية المنتجة في مصر يمكن من المسأل اللي حدثتك قلته لنا يا دكتور اللي هو الأسرة المصرية علشان تجيب عشاء والكلام ده كله خليني أسأل هل إحنا فكرة نقص الوقود أو نقص الغاز نتيجة بردو أن إحنا عندنا الاحتياطي النقدي في انخفاض أو العملة الصعبة فيه صعوبة في الوصول لها ولا نتيجة إيه؟ رفع عليك هو فيه سببين ما أنا أقدر في جميع الأحوال لو أنا عندي فلوس وعندي عجز في الوقود أستورد بس لو معايا فلوس مش كده ولو معايا فلوس أنا عندي أولويات في المجتمع لازم وفيها نمرة واحد إحنا عندنا قروض القروض عليها فوائد الفوائد لها أولوية أولى قبل الغذاء؟ يعني قبل السلحة الاستراتيجية ولا بنتكلم على إيه؟ لا لا أنا أتكلم على ميزانية الدولة ومصداقية الدولة وموقف الدولة الاقتصادي أمام العالم تمام